الآن عندنا بعض الطلاب لا يدرس في الحرم حتى بعضهم لا يأتي الحرم لماذا تأتي للمدينة أصلاً؟ إذا لا تأتي الحرم إذا لا تأتي الحرم بعض الناس في السنة الثالثة في السنة الثالثة يبدأ عن الحج وعندما تسألهم وعندما تسألهم لماذا أول مادية السعودية ذهب وتفصيل الثوب سعودي والشماغ البسام هذه الأشياء والسيارة وكذا لماذا عندما تأتي للمدينة أصبح تيلميز وكفلين وشماغ يا أخي هذا الذي تدرس في الجامعة الإسلامية مفاتيح فقط ما تدرس في السنة الثالثة في السنة الثالثة في المدينة الحرم لابد أن يكون حضور الطالب في الحرم أغلب الوقت يكون في الحرم لا تأتي لتنام في السكن يا رجل أبداً من المدينة يجب أن تسألهم في الحرم لا تأتي هنا لتأتي في المدينة مشكلة والله بعد الطلاب يعني سبحان الله هاء العلماء الآن مثل الشيخنا حفظه الله الشيخ عبد المحسن عباد يعني هذه نعمة من الله الشيخ الآن تحظر لديه وتراول تنظر إلى سمته إلى علمه نعم نعم والله شكراً 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 شكراً